مساء الخير على كل عشاق ومشاهدي شاشة قناة النادي الأهلي أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من مردميكم الأسبوع المجري يمكن أنا بعض الناس كلمتني على التقديمة بتاعة الحلقة اللي فاتت وقالوا لي أنت كنت عانيب شوية فيها لا أنا زي ما قلت لكم أنا بحب الصح أيام كان وما حبش التبطب وما حبش التبطب على حد الصح هقولي عليه صح والغلط هقولي عليه غلط والصح هقولي عليه سبوت سبوت ده للناس كلها عشان تبقى عارفة والغلط هقوله هزعق فيه وهعمل فيه كل حاجة عشان كده لما كنت بتكلم من الأسبوع اللي فات أنا كل أسبوع على فكرة أنا ما بزهقش يعني أنا ما بزهقش رئيس لجنة الحكام المصرية اللي هو عصام عبد الفتاح اللي هو عصام الفتاح بش فاضي ده هو عضو اللجنة في الاتحاد الإفريقي لقرط القدب والمسؤول عن الحكام في شمال إفريقيا طب يا عم قبل ما تروح لجنة وتطلع بيها برا مصر والاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولة وكان لكله صلح من بيتك صلح بيتك الأول من جوة احنا عندنا لجنة الحكام أو الحكام اللي عندنا ما ينفعوش والله العظيم تلاتة ما ينفعو ما ينفعوش مجملات على كل الأندية ومجملات في لا يحتسبش يا رجل ده فيه ما تشتع فيها درب خمس ضربات جزاء مش عاوش تحسب ليه؟ بتجامل مين؟ بتجامل مين؟ ما ده يبقى جاهل منك؟ يا إما فيه مجاملة وطالما فيها مجاملة انسى بقى خلاص يبقى فيه عدل أنا بقول كورة القدب مصريا مفهاش عدل لحد هذه اللحظة أنا بتكلمش على نادي معين أو بتكلم على حد معين أنا بتكلم على كل رئيس لجنة الحكام لشمال إفريقيا بش عاوش يصلح اللجنة بتاعته يبقى أنت عاوزين منه إيه؟ بيسافر عشان يطلع يحكم ماتشات يقدر يبص على الحكام والكلام ده كله يا عم يصلح من بيتك من الداخل صلح من بيتك للداخل إحنا عندنا الحكام ما ينفعوش وقلت لك قبل كده يا كابتن عصام أنا عارف أن أنا حدي جدا في كلامي لكن معلش ده اللي إحنا ده ظهر قدامنا عندك الحكام الصغيرين اللي طلعوا في ربطة كاس الأندية اللي اتعمل قبل ساعة الأمة الأفريقية والأندية تلعب فيه عندك حكام هايلين صغيرين اديهم الباور اللي انت بتدي للناس الكبيرة والناس الكبيرة ما عندهاش فكرة عن أي حاجة سواء اللي عادين على الفار أو اللي في الملعب ما عندهمش فكرة عن أي حاجة ده أنا بشوف واحد يعني سوري في التعبير قدي كده وبيجري في الملعب فيه في الدنيا كده؟ فيه في الدنيا كده؟ أنا لو شفت فيه اختبارات للحكام ولا شفت كوبرتيست للحكام ولا شفت أي حاجة للحكام هو فيه إيه؟ هو في إيه؟ هي عافية